مستمرنا مع حضرتكم مشاهدين الكرام في تغطية فعليات زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبلطين بمحافظة كفر الشيخ لافتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء بالمحافظة مشاهدين الكرام هذه الافتتاحات التي نحن بصددها اليوم والافتتاحات السابقة أيضا جميعها تصب في تحقيق التنمية المستدامة في مصر والاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية فهذا هو الذهب الأسود المعدني أو التعديني كما يطلق عليه لما له من خير وفير يأتي نعكاسته بشكل إيجابي على توفير فرص عمل للشباب إضافة إلى وجود عائد على الدخل القومي والأهمية الاقتصادية لمثل هذه المشروعات ومن بينها مجمع مصانع الرمال السوداء ببلطين بمحافظة كفر الشيخ يبلغ الاحتياطي الجيولوجي وفق خبراء لرواسب الرمال السوداء في مصر حوالي مليار ومائة مليون متر مكعب وتعد رشيد من أكبر المناطق التي تحتوي على الاحتياطي من الرمال السوداء بكمية تصل إلى حوالي خمسمائة مليون متر مكعب ثم دمياط بحوالي ثلاثمائة مليون متر مكعب وبلطيم بكفر الشيخ مائتي مليون متر مكعب إضافة إلى شمال سيناء مائة مليون متر مكعب هذا إلى جانب البحر الأحمر وجنوب الصحراء الشرقية وخليج العقبة فهذه المناطق التي تمثل أماكن جذبة للمستثمرين والشركات العالمية سيكون لديها احتياطي لتشغيل هذه المصانع أو الاستخدام الأمثل لهذه الثروات لسنوات طويلة من الرمال السوداء السطحية ودور البحث العلمي هنا نتحدث عنه بشكل أوسع وشكل كبير من خلال توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يكون هناك تعاون وتضافر في الجهود فيما بين المؤسسات البحثية الموجودة على مستوى الدولة إضافة إلى دور الجامعات والأبحاث التي يقوم الدارسين والباحثين بتقديمها من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الثروات هنا يأتي أيضا دور التكنولوجيا التطبيقية للجامعات بعمل دراسات جيو كيميائية حديثة عن الرمال السوداء في شمال وجنوب مصر أيضا البحث العلمي كما تحدثنا والجامعات التي لها دور في استكشاف أماكن جديدة للرمال السوداء إضافة إلى استخدام تقنية الاستشعار عن بعد والدراسات الجيو كيميائية والمعدنية أيضا هذه الرمال السوداء وما يسمى بالذهب الأسود التعدني أو المعدني لها أهمية كبرى فهناك دراسات تمت بالتعاون مع قسم الجيولوجيا بجامعة نيجاتا باليابان وتم استخدام أحدث الأساليب والأجهزة العلمية مثل التحليل بالليزر والتحليل الإلكتروني والحراري والتصوير بالمايكروسكوب الإلكتروني لتحديد نسبة كل معدن في الرمال السوداء وتركيز كل عنصر من ركاز المعدن وبناء عليه يتم تحديد نسبة عنصر على سبيل المثال مثل الحديد في المعدن الاقتصادية كالماجنايت والهيما تايت وهي من المعدن المهمة من ناحية الأهمية أو الناحية الاقتصادية فالرمال السوداء مشاهدين الكرام لها أهمية كبرى في دعم الاقتصاد المصري في ثروة من الثروات المهمة التعدينية التي تحرس الدولة على استغلالها بالشكل الأمثل وتدخل العناصر المستخرجة من الرمال السوداء في صناعات استراتيجية مهمة جدا مثل صناعة أجهزة الحاسب الألي والاتصالات والتكنولوجيا تكنولوجيا الطاقة النظيفة بشكل أكثر تخصيصا كتوربينات الرياح والسيارات الهاجينة وصناعة السبائك السوبر وفي المجال العسكري والبصريات وأيضا المسح والحماية وأجهزة الإرسال والاستقبال بالسونار والاتصالات بالموجات وأجهزة الليزر والطائرات وتستخدم أيضا في أجهزة الهاجينة أو ما يسمى بالسيارات الهاجينة والأجهزة القابلة لإعادة الشحن وغيرها الرمال السوداء كنز مصر الاستراتيجي الذي يدخل في 41 صناعة مهمة وسميت بهذا الاسم لما تحتويه من معادن ثقيلة ومنتجات ذات أهمية استراتيجية فالرمال السوداء هي رواصب شاطئية سوداء ثقيلة جاءت من منابع النيل وتراكمت على بعض الشواطئ حيث تتركز رواسب الرمال السوداء عند مصب النيل بالقرب من ضمياط ورشيد وتمتلك مصر بالقرب من أحد أو ما يقرب من أحد عشر موقعاً غنياً بالرمال السوداء تتحول تلك الرمال إلى منتجات استراتيجية بعد فصلها في أماكنها بأجهزة خاصة تدخل في 41 صناعة مهمة وتحتوي أيضاً على الكثير من المعادن الثقيلة التي تتكون من مجموعة من الطبقات داخل الرمال السوداء ترجمة نانسي قنقر